يقول أنا طالب أدرس في بريطانيا هل يجود لزوجتي تأتيني بالطائرة اللي وحدها وأن أكون بانتظارها في المطار حيث أن مرافقتها من وإلى الكويت فيه كلفة مالية صحيح أنا لا أختلف معك أن فيها كلفة مالية لكن مجيئها لوحدها فيها كلفة شرعية يعني الكلفة الشرعية أهم من الكلفة المالية يعني إذا كنت حريص أن زوجتك تأتيك يعني الحمد لله قصلك تذكرة 250 دينار زين 250 تقريبا ها تقريبا إذا صار بعد تنزيلات توصل أحيانا 150 دينار تذكرة بريطانيا ذاكي محدة بال140 على كل حال يعني رتب وقتك بحيث أن تأتي وتأخذها قضية أن تأتيك وحدها غير صح أبدا حدثني أحد الأخو بعد مول بريطانيا البحرين يعني أختها تدرس في البحرين وتأتي الكويت بين فترة وفترة ذاكي اليوم من البحرين إلى الكويت حاشم عج اضطروا أن ينزلون في الدمام ما قدروا يوصلوا الرحلة إلى الكويت نفس الشيحة إلى لندن جاهم الظرف أو كذا نزلت في الأردن نزلت في اليونان نزلت في هولندا ما هو بالضرورة أن قضية أنك تستقبلها ليس بالضرورة أنك تستقبلها أفرض أنت ما استقبلتها صار لك حادث شيء إن شاء الله بعيد ولكن سبحان الله واحد صار لحادث وما قدر يستقبل زوجته نزلت بمطار لندن وين تروح خاصة كانت بعد من نوع لكمخة ما تعرف تدبر نفسها زين وين تروح زين وبعد إنكليزي ما كنكليزي صراحة يعني وين تدبر نفسها يعني صار لك حادث قصبن عليك نحن ما نقول نسية لا يقول مرحنسة مثلا أنه والله مرحن شغل لأن هذا أهم شغل عندي صار حادث هي نزلت في بلد ثاني يعني قضية بالطيارة صار لها شيء يعني قضية أن الإنسان يقول أستقبلها وتستقبلني هذا الكلام غير صحيح أبدا ولا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع محرم لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم سواء استقبلها أو لم يستقبلها زوجها في المطار الأمر سيان في هذا